هذا وقدم وزير الأوقاف وشؤوني والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخليل تفصيلا للقرار الخاص بأداء صلاة الجمعة مشددا على أن الحكومة لن تتردد في إغلاق أي مسجد مخالف حرصا على صحة المصلين بموجب أمر الدفاع الذي خولني بتحديد وقت الصلاة فسيكون بإذن الله عز وجل يسمح بالخروج لصلاة الجمعة من الساعة 12-15 دقيقة ظهرا حتى الساعة الواحدة و15 دقيقة ظهرا يعني سيكون هذا الوقت فقط هو المسموح للخروج لأداء صلاة الجمعة وسيرا على الأقدام نحافظ صغار السن أقل من 15-14 عام ما يأتوا إلى المسجد لأن الله تعالى ما كتب عليهم جمعة وكبار السن كل واحد فوق الخمسين عام وخايف على نفسه وخايف على صحته وعنده أمراض مزمنة أيضا هو أمام الله عز وجل قبل كل شيء معذور لأن خوف المرض عند الفقهاء من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة حتى الخطيب إذا رأى أن الناس لم يلتزموا لن لا يستمر في الخطبة وأنا أؤكد أن أي مسجد يخالف في المرات القادمة لن نتردد في إغلاق المسجد لأننا لن نتردد في المحافظة على صحتكم وسلامتكم وأما بالنسبة لحرصنا على الدين فما يزاود أحد علينا في هذا الموضوع فنحن أحرص الناس على الدين وعلى صلاة الجمعة وعلى الصلوات بشكل عام وعلى أن تبقى المساجد بإذن الله عز وجل منارات للعلم والعلماء والوعظ والإرشاد